اجتمع عشرات الألاف من الأشخاص الثلاثاء في فرانكفورت في سياق معرض السيارات وهو واجهة الصناعة الأوروبية التي خرجت مؤخرا من الأزمة لكنها قلقة من طباط السوق الصينية التي عولت عليها كثيرا يمتد هذا المعرض المنظم في قلب العاصمة الاقتصادية لألمانيا على 230 ألف متر مربع وتستمر فعليات دورته الستادسة والستين حتى السابع والعشرين من أيلول سبتمبر وستقدم في إطاره أكثر من 110 سيارات جديدة للمرة الأولى في العالم من قبل نحو 1100 جهة مشاركة من 39 بلدا ويخصص اليومان الأولى من المعرض للإعلاميين يليهما يومان لأهل القطاع قبل فتحه للجمهور السبت وقد شهدت سوق السيارات الأوروبية انتعاشا مع ازدياد عدد اللوحات الجديدة بنسبة 8.6% في خلال أول ثمانية أشهر من العالم